كان عندك تعليق على قرار الفيفا في هيدرسفيلد والأهل. مش عايزة أوضحه مش تعليق. في عقد رمضان صبحي مع هيدرسفيلد في فطرة الإعارة الثانية. كان يقتضي لو حصل مع النادي الآلي على الدور يأخذ 150 ألف سترليني. ولو حصل معه على البطولة الإفريقية يأخذ 150 ألف سترليني. هذا في العقد. لماذا لم يبادر الآلي بدفعها؟ النادي الآلي مبادر في دفعها لأنه له وجهة نظر رفعها للاحتكاب. إنه ما يكملش معه الموسم في الدوري. والأكثر خطورة إنه لم يلعب معي الأدوار الإخصائية في البطولة الإفريقية. بعت للإتحاد لهيدرسفيلد مد العارة لمدة شهر حتى يتمكن رمضان من لعب السيمي فاينال والفاينال. ويشارك فعلا في فوز النادي الآلي ورفض نادي الهيدرسفيلد. وجهة نظر هيدرسفيلد قال لك ده العقد. طيب ما أنت ما كملتش الموسم. وده كان العقد. لا. ربما أجمع. أنا أقول لك عايز أكون منصف. عايز أوضح. هل العقد كان مربوط بتاريخ ولا كان بموسم؟. أعصد دي كان موسم كورونا. كانت ظروف استثنائية. بره. أيوة أيوة كورونا. بره. وقفوا شوية وبعدين كمّلوا قابلينا. قبل إحنا ما نستقنب. فالموسم بتاعنا تأخر. أنا اللي جيبك الرد ده. من مسؤولة اللوايح. اللي هي مسؤولة أنها تتابع. كلمت أمير تفويق. قال لي. التفاصيل عند حنان. كلمت حنان. قالت لي هذا سرد. حنان الزيني. فأنا مش بتكلم بوجة نظر. أنا بتكلم بمعلومة طلعة من مسؤول. عن متابعة هذا الملاب. المواديس حنان الزيني. طيب. هل يمكن عقاب النادي الآلي. هلين لأ طبعا. ليه؟ لأن فيه درجة من درجات الاستئناف لجأ إليها النادي الآلي. فانت سعدت درجة. فالحكم مجمد لحين الفاصل. والآلي حيلتزب في النهاية. بس وجة نظر النادي الآلي. أن أنت ما شاركتش معايا في الحصول على البطولات دي. للنهاية. هل ممكن يمشي الاتحاد نسب حسب درجة المساهمة. أو يقول والله مناش دعوة بالموسم. أنت اللي السبب في امتداده. أو يقول أيوة هو ما شاركش على الأقل إفريقيا. الله أعلم. ما أنت ليك دوافع عندك محامي أجنابي. بيديلك النصيحة. وهو لسائق الملاف. بس نحبيت توضح للناس كلها هذا الأمر. لا أعلم. بس نحبيت توضح للناس كلها.